قدم أعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن لعام 2017 استقالتهم كما تم تعيين أعضاء جدد للأمانة للعام القادم وذلك خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة مار يوسف في جبل عمان إلى التفاصيل في قداس إلهي أقيم في كنيسة مار يوسف بعمان ترأسه سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن أثنى سيادته على جهود أعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية لعام 2017 بعد انتهاء مهمتهم التي أمضوها بعمل جاد وعطاء موصول كما تمنى للهيئة الجديدة التي تم تعيينها للعام القادم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجديدة التي ستستمر عاما كاملا وتحدث سيادته خلال القداس الذي حضره عدد من الكهنة والشمامسة والرهبات وأعضاء لجان الأمانة وأبناء الشبيبة عن المهمة التبشيرية في الكنيسة والفرق بين العماد والتثبيت فقال العماد يعطينا الروح القدس والتثبيت يعطينا الروح القدس العماد يعطينا المواهب السبع وبذور الفضائد الإلهية وكذلك في سر الميرون لكن هناك فرق مهم هو الفرق أننا نستلم الروح القدس في العماد لكي نعيش وفقا للإنجيل بينما في الميرون نحن نعطى هبة جديدة من الروح القدس لكي نشهد بحياتنا أمام الآخرين للإنجيل وبين الأمين العام للشبيبة المسيحية سيد علاء أبو خضر أن هذا اللقاء هو تقليد سنوي لتجديد الوعد أمام الهيكل لخدمة الشبيبة في الأردن بعد عام مليء بالنشاطات واللقاءات التي تكللت بفراح الخدمة نحتفل بعيد يسوع الملك الذي هو عيد الشبيبة شفيعنا نحتفل فيه بتجديد وعد الأمانة لخدمة الشبيبة في الأردن الحمد لله لسه في شباب وصبايا في كنستنا عندهم روح العطاء روح الخدمة والحمد لله تم تكوين وتشكيل أمانة عام 2018 لحتى نكون زي ما ذكر سيدنا المطران بعضته لحتى نكون شهود للإنجيل اللي هو دستور حياتنا إحنا كشبيبة ونعمل بحسب منهجيتها أنظر أحكم أعمل السنة كانت الأمانة الثلاثين ثلاثين سنة متتالية واليوم بالكنيسة في تقريبا أكثر من ثمن ومناء عمين صابقين وجودكم معنا فرحة كبيرة وإشارة مهمة لأنه وجودنا في الأمانة هو خدمة للكنيسة وما وجودنا هون إلا نتعلق أكثر في محبة الرب وفي خدمة الرب مسيرة ثلاثين سنة إن شاء الله بتكمل بهمتكم بمحبتكم وبغيرتكم على خدمة الرب وخدمة الكنيسة ويذكر أن الأمانة العامة للشبيبة المسيحية تأسست عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بهدف خدمة الشبيبة المسيحية من خلال مجموعات شبابية منتشرة في جميع أنحاء المملكة عن طريق بث العمل الروحي والإنساني والوطني وعقد المؤتمرات والدورات والبرامج والمخيمات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل على تنشئة وتعزيز جيل ذي حضور فاعل في الكنيسة والمجتمع في سوء أنت لينبوح بأسرارك تحينى تقدس كل الجموع